ماء؟ هل هذا سراب؟ لا إنه الماء النهر يا سيدي النهر توقفوا مكانكم إياكم أن تشربوا من هذا النهر الماء عذب ونظيف ونحن نكاد نموت من الضماء اسمعوا أوامري أنا القائد لا تشربوا إن هذا النهر ابتلاء من الله لكم من شرب منه فليس مني ومن أطاعني فهو مني أسمح لكم فقط باغتراف جرعة واحدة قلت غرفة واحدة باليد توقف عن الشرب كيف نتوقف؟ الماء لذيذ لن أمس الماء ما دامت هذه أوامر الملك سامحني يا سيدي لا أستطيع المقاومة هل انتهيتم حتى نواصل التحرك الآن؟ الملك يشير لنا أيها الجنود توقفوا كل من شرب من النهر يتجه إلى الجهة اليسار والباقون إلى جهة اليمين أنت شربت من النهر رأيتك بعيني اذهب مع من شربوا أنا مساعدك وذراعك الأيمن يا مولاي أوامري واضحة اذهب مع من شربوا لا تخف لا يمكن أن يوقع العقابة بكل هذا العدد أنتم مفصلون من الجيش عودوا من حيث أتيتم هيا يا جنودي لنواصل السجر ليتني قاومت الماء وأطعت الملك طالوت إنه أحمق كيف يطلب من الجنود أن يمتنعوا من شرب الماء في صحراء حارقة؟ لا تسبه يا رجل ربما لديه حكمة ما لماذا تنحاز له بعد أن طردك من خدمته؟ أعرف سيدي طالوت جيدا منذ أن كان دباغا للجلود ورعيا للغنم هو رجل حكيم وعالم ببواطن الأمور السلام على الملك جالوت العظيم أهلا بك يا عمروس لماذا تركت مكانك في جيش طالوت؟ جئتك بصيد ثمين عندي خبر مهم تحدث صحبنا الملك أياما في الصحراء المحرقة دون ماء وعندما توقفنا أمام نهر أمرنا أن لا نشرب ثم قام بطرد كل الجنود الذين شربوا يا له من قائد قوي وكم بقي من رجاله الصامدين؟ كنا في البداية ثمانين ألف جندي شرب من النهر أكثر من ستة وسبعين ألفا الباقي عددهم قليل لكنهم أشداء مخلصون قادرون على مقاومة إغراء الضمأ عندي معلومات أخرى عن الملك طالوت نفسه قل ما عندك بالرغم من ذكائه وقوة جسمه وعلمه الغزير إلا أنه ليس محاربا كيف هذا؟ كان يعمل راعيا وتباغا للجلود ولم يتعلم أبدا المبارزة أو فنون القتال قائد جيش يبارز بعقله ولا يحسن استخدام يديه هذه معلومة مهمة أين مكافأتي يا سيدي؟ سأعطيك وزنك من الذهب إلى أين نسير يا مولاي؟ انتظروا نولني رمحك أيها الطاهي أبلغ الجنود بأن يرتاحوا قليلا أمرك يا مولاي أيها الجنود فترة من الراحة معذرة يا مولاي لماذا غرست رمحك في الأرض؟ لأراقب اتجاه الظل إذن نستطيع أن نحدد مكان معسكر العماليق والملك جالود نعم سنصل إليهم بإذن الله فجر الغد أيها الجنود يا جيش العماليق هذه فرصتكم للقضاء على عدوكم الحرب الحرب إذا هزمناهم لن تقوم لهم قائمة من يقتل جندي سأعطيه أرضه وماله وأزيده الضعف الحرب الحرب نحن على مشارف أرض العماليق إياكم أن ترهبوا أعداءكم وإن لن هزمتم قبل أن تبدأوا القتال النص لنا النص لنا سنعسكر الليلة هنا ونبدأ الهجوم مع أول ضوء للنهار صلوا لله الواحد الذي أرسل إلينا أنبياءه إبراهيم ويعقوب وموسى وهارون أعد لنا طعاما خفيفا على المعدة يغضمه الجند قبل أن يبدأوا في القتال انظر يا مولاي إلى عددهم القليل ستكون المعركة أسهل مما توقعت أثبتوا أيها الجند واعلموا أنكم تقاتلون في سبيل الله وتدافعون عن أرضكم ونسائكم وأطفالكم وكرامتكم في الحياة عددهم كبير إنهم يحجبون قرص الشمس لكنهم لن يحجبوا ضوءها إننا أصحاب الحق وسننتصر بإذن الله كيف؟ ألا ترى العدد أمامك لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين سيد الملك جالوت هذه فرصتنا لتأمر بالهجوم ونحطم أفواههم أخشى أن ينجو طالوت في المعركة إنه رمز قوتهم هل ترى قوة في هذا العدد القليل؟ نعم يا عمروس وماذا ترى يا مولاي؟ سأحدث طالوت أولا إن ملكهم جالوت يقترب وحده ربما يريد حقن الدماء وتسليم الأرض دون قتال لا أظنه يفكر بهذه الطريقة ولكن تقاليد الحرب تقتضي أن أتقدم أنا أيضا وأعرف ماذا يريد أنت طالوت راعي الغنم؟ نعم أنا الرجل البسيط الذي اختاره الله ملكا ليعيد به الحق إلى أهله تحسن الكلام فهل تحسن القتال أيضا؟ لن تستفزني بأسلوبك هذا فتجبرني على قرار لم أتخذه بعد ألا تريد مبارزتي والزهوة بأنك قاتلي؟ لم آتي هنا لأزهو ولا لأتفاخر لماذا جئت إلى المعركة إذن؟ حتى تعود الأرض إلى أصحابها فيعم السلام بين الناس إن كنت تريد السلام فعلا فلدي عرض قد يروق لك تكلم إني منصت بارزني أو تخير من رجالك أقوى فارس ليبارزني فإذا قتلته تكون أراضيكم لي وأصبح أنا وحد الملك هنا وإذا هزمت يا جالوت هذا افتراض عجيب ولكن إذا حدث ذلك يكون ملكي كله لك يا راعي الغنم وتعود الأرض إلى أصحابها ما قولك؟ موافق يفعل الله ما يشاء حتى يأتي من يبارزني إني منتظره في أي وقت لا أدري يا مولاي ماذا أقول إن مبارزة جالوت مغامرة خطيرة ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ولكنها مغامرة تستحق المنتصر فيها سيغنم الكثير أبلغ الجنود جميعهم أن من يتقدم لمبارزة جالوت وينجح في قتله سيقتسم الملك معي وسيتزوج ابنتي ويكون هو الملك من بعدي أمرك يا سيدي السمع والطاعة للملك طالوت ماذا بك؟ أخيرا يا مولاي تقدم واحد من الفرسان لمواجهة الملك جالوت حسنا أدخله في الحال ولكن يا مولاي ماذا؟ هو ليس فارسا بالمعنى الصريح أقصد تكلم ماذا تريد أن تقول؟ هو صبي في السادسة عشرة من عمره نحيل الجسد ويعمل في الرعي مع إخوته اسمه داود يا سيدي لا بأس من مقابلته كنت أنا أيضا راعيا للغنم لم أولد على رأس هذا التاج سأدخله في الحال يا سيدي تفضل أيها الشاب يا له من وجه طيب يشع بنور الإيمان إنني أشفق عليك يا بني من القتال قال داود عليه السلام لا مفر من قضاء الله صدقت يا بني إذن تعال لأعطيك سيفي ودرعي لماذا لا تمد يدك؟ ما هذا الذي تشير به إلي؟ قال النبي داود عليه السلام إنه مقلاع أستخدمه في الصيد وسيكون صلاحي بإذن الله هذه ساعة الحزم أين هذا الفارس؟ لماذا لم يأتي؟ ويحك من أنت؟ قال النبي الكريم أنا داود أنت إنسان ضعيف ومسكين إني أرحمك فارجع وليتقدم إلي غيرك من الملوك والفرسان أين طالوت؟ قال داود عليه السلام أنا الذي أقتلك بإذن الله يا لك من صبي مغرور قلت لك أرجع قال داود عليه السلام لن أرجع حتى أقتلك سأريك الآن إلى من تتحدث أخرج النبي داود حجرا من مخلاته ودعا ربه ثم رماه فوقع الحجر في رأس جالوت حتى دخل في جوفه وقتله فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين إلى جالوت النصر لنا إلى المعركة إلى المعركة الحمد لله الذي نصرنا وأعاد لنا أرضنا وخلصنا من جالوت الظالم المكافأة المكافأة انتظروا يجب أن أتأكد أولا من صدق كلامكم نقول الصدق نقول الصدق نقول الصدق نقول الصدق لن أعطي نصف ملكي إلا لمن يأتني برأس جالوت مولاي حضر الفارس داود ما هذه المخلاء رأس الملك جالوت يا مولاي قتله داود ذلك الفارس النبيل أنت من يستحق أن يخلفني ويعضل بين الناس يشريفني يا بني أن أزوجك ابنتي وأقاسمك عرشي اعلنوا الأخبار الطيبة في كل أنحاء البلاد تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين أحداث قصتنا قبل مولد المسيح عليه السلام في قرية أغلب أظن أنها أنتاكيا وكان أهلها فاسدين يعبدون الأصنام أرجوك أيها الإله العظيم استجب لي وعافني لقد كرهت صورة المشوهة واعتزال الناس لي ألم تمل من مخاطبته طوال سنوات عمرك أخفض صوتك يا دهبان حتى لا يغضب الإله علينا وهل يمكن أن يغضب عليك أكثر من هذا تعيش في فقر دائم وأنت أفضل نجار وإسكافي وصانع حبال في أنطاكية كلها لا أحتاج المال في شيء أمرك عجيب أنت الوحيد في هذه الدنيا الذي لا يحتاج إلى مال أحتاج فقط أن أشفى من مرضي مولاي الملك العظيم أنطيخس ما الأخبار أيها القائد مسقول رأيت يا مولاي رجلين يجوبان القرية ويدعيان أنهما من أنبياء الله وهل اتبعهما أحد حتى الآن لا الجميع يكذبونهما إذن لا أهمية لهما انصرف واغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين لماذا أطلقتني يا أبا الجوخ؟ هل من أخبار جديدة؟ نعم يا مولاي مدعي النبوة زاد عليهما مدعي ثالث صاروا ثلاثة لكنهم حتى الآن لم ينجحوا في إقناع الناس ولكن وجود ثلاثة متآمرين يدعون الناس إلى الكفر بآلهتنا أمر خطير بماذا يأمر مولاي؟ هددهم باستخدام القوة ولننتظر النتيجة قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليبسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون لماذا لا تجيبنا يا بطاح؟ إنني أدعوك منذ عشرات السنين وأتصدق بنصف مالي أما زلت تحدث الإله؟ لماذا هو غاضب علي؟ أم تراه لا يسمع ولا يرى؟ تتحدث كما يتحدث المتآمرون أي متآمرين؟ هؤلاء الثلاثة الذين يدعون أنهم مرسلون لم أسمع بهم يقولون إن آلهتنا مجرد أصنام لا تضر ولا تنفع يا لجرأتهم ألا يخشون من غضبهم؟ يعبدون إلها غير ما نعبد يقولون إنه خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير يجب أن أراهم وأسمع منهم بنفسي وبينما النجار حبيب جالس أمام داره زاره أنبياء الله الثلاثة ووجد منهم حنانا ورفقا وتواضعا لم يرى مثله في حياته تقولون إن ربكم سميع وبصير وأنه على كل شيء قدير هل من آية تدل على صدقكم؟ قالوا نعم نحن ندعو ربنا القدير فيكشف ما بك إن هذا العجيب إني أدعو هذه الآلهة سبعين سنة لتفرج عني فلم تستطع فكيف يفرجه ربكم في ليلة واحدة؟ دعا له الأنبياء الثلاثة فكشف الله ما به وعاد الرجل جميلا نظرا ما هذا؟ يا له من وجه جميل آمنت برب المرسلين آمنت برب المرسلين ماذا قال لك المتآمرون يا مسقول؟ رفضوا كل ما عرضناه عليهم من حلول يا مولاي يجب أن يعذبوا عذابا شديدا ويرجموا بالحجارة حتى الموت اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي ما هذا؟ أين حبيب؟ دهبان كيف حالك؟ هل تعرفني أيها السيد؟ أه؟ أتمزح؟ أنا النجار حبيب لا لا استهوى إن لك نفس صوته ولكن وجه حبيب وجسده لقد دعا لي أنبياء الله وشفيت من مرضي وعاد جلدي إلى طبيعته بل قل عدت إلى ريعان الشباب لا أكاد أصدق هذا من فضل الله ودعاء الأنبياء الصالحين لي مساكين سيعذبون حتى الموت أنبياء الله يعذبون؟ من قال هذا؟ هذا قرار الملك أنتخوس وقائده مسقول يبحث عنهم الآن يجب أن أسعى لأمنعهم من عمل ذلك ماذا بك أيها الرجل الغريب؟ كأنك تحاول الفرار من وحش بل أحاول الفرار مما هو أشد وأسوأ عذاب الآخرة عما تتحدث؟ صوتك صوت النجار حبيب أنا هو وقد دعا لي أنبياء الله الثلاثة فشفيت تقصد المتآمرين الثلاثة إنهم أنبياء الله حقا وصدقا أتريدون دليلا أكثر من الجذام الذي شفيت منه في لحظة؟ أرجوكم أرجوكم أن تتبعوا الرسل ومن قال إنهم رسل؟ آيتهم تبدو على وجهي إذن ابتعد عن هؤلاء المتآمرين يريدون تضليلنا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون لماذا؟ ما مصلحتهم؟ إنهم لم يطلبوا مالا ولا جاها في سبيل الدعوة ألا تخشى على نفسك من إعلان العصيان والتمرد؟ الله أولى أن أخشاه تعال إلى صفوف المؤمنين أيها القائد بل تعال أنت أمام الملك متهما بالتحريض على العصيان بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون ما قولك يا حبيب؟ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة؟ إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذن لفي ضلال مبين يحكم على المتهم بالموت ضربا بالأقدام هيا لتنفيذ حكم العدالة إني آمنت بربكم فاسمعون خذ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون خذ يا عدو الآلهة آه آه أدعو الله أن يغفر لكم ويهديكم آه مت يا رجل آه 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 يا ليتكم ترون جزاء الصابرين أشهد أن لا إله إلا الله وأن المرسلين على حقه وما لي ألا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين لقد سوينا به الأرض تماما صار كالتراب وما مصير الرجال الثلاثة الذين يدعون أنهم مرسلون من ربهم تركوا الأرض يا مولاي حذرونا وهم يهربون من عذاب ربهم دعونا من قصة المرسلين الثلاثة وحبيب النجار ولنفرغ لأعمالنا المهمة ما هذا؟ هل قابت الشمس فجأة؟ النجدة 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 جنودي جنودي النجدة ابتعد عني اهرب اهربوا 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 النجدة النجدة وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون مرت أعوام كثيرة على موت سيدنا صالح ونسي الناس دعوته وانطفأت أنوار العقل في مشارق الأرض ومغاربها حتى ولد سيدنا إبراهيم عليه السلام في زمن الطاغية نمرود الذي خاف على ملكه وأمر بقتل كل المواليد ذكور ولكن الله حمى سيدنا إبراهيم فقد قضى أول ثلاثة عشر سنة من عمره مختبئا في غار بعيد عن القرية فلما خرج من الغار وقد غابت الشمس نظر إلى الزهرة في السماء فقال هذا ربي فلما غابت الزهرة قال لو كان هذا ربي ما تحرك ولا برح ثم قال لا أحب الآفلين فلما نظر إلى المشرق وقد طلع القمر قال هذا ربي هذا أكبر وأحسن فلما تحرك وزال قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما أصبح وطلعت الشمس ورأى ضوءها وقد أضاءت الدنيا بطلوعها قال هذا ربي هذا أكبر وأحسن فلما تحركت وزالت هنا أراه الله ملكوت السماوات والأرض ومن هنا ستبدأ دعوة إبراهيم إلى توحيد الألوهية توحيد الله في الأرض وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين عاش إبراهيم في بيت أبيه آزر أكبر صانع أصنام في زمنه ولم يتأثر يوما بما يدور حوله كان عقله مضيئا منذ طفولته أضاء الله قلبه وعقله وآتاه رشده منذ كان صبيا ومرت سنوات كان إبراهيم يتلقى فيها العلم ويتأمل ملكوت السماوات والأرض بحثا عن الكون وخالقه العظيم ورغم كل ما تلقاه من علوم إلا أنه لم يسجد يوما لصنم أو صدق بهم حتى جاءه الوحي من جبريل عليه السلام وقال له أسلم قال إبراهيم أسلمت لرب العالمين ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وعاد سيدنا إبراهيم يدعو قومه إلى ما علمه من الحق بعد أن أمره بالدعوة قال إبراهيم لقد أرسلني الله تعالى لأدعو الناس إلى دين الإسلام وأحب أن أستهل الخير بدعوتك أنت يا أبي أعبد الله الواحد وأترك كل هذه الآلهة العوالي قال إبراهيم هذه التماثيل يا أبتي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع في أي شيء هل جاء اليوم الذي يعلمني فيه ابن الصغير ما الذي ينفع وما الذي يضر؟ قال إبراهيم يا أبتي الغالي لقد اختارني الله ليعلمني ما لم تعلمه فأرجوك أن تتبعني حتى أدلك على الصراط السوي هل أصابك الجنون أو مسك الشيطان؟ قال إبراهيم لا يا أبي لماذا لا تعبد أنت آلهتي وتعيش مثلي حياة كريمة؟ قال إبراهيم لا كرامة لمن يعصي الله ويشرك به إذن أنت ترفض آلهتي وتصر على رأيك قال إبراهيم نعم يا أبي إذا لم ترجع إلى صوابك سأرجمك بالحجارة حتى تموت قال إبراهيم ليفعل الله ما يشاء بل ما أشاء أنا ومن الآن ليس لك مكان في بيتي هيا خرج ولا تعود مرة أخرى قال إبراهيم السلام عليك يا أبي سأستغفر الله لك وأدعوه أن يتقبل رجائي قل تخرج من بيتي وترك نبي الله إبراهيم عليه السلام بيت أبيه آزر بعد أن طرده الأب الكافر ورفض قومه ما يدعوهم إليه من عبادة الله إلا سارة كانت أول من آمن به واتبعه فتزوجها سيدنا إبراهيم عليه السلام وهكذا أصبح إبراهيم وسارة مسلمين لله موحدين يخالفان قومهما في عقيدتهم الفاسدة واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا وما زال إبراهيم مستمر في دعوة قومه يا شماش العظيم اشملني بعطفك ورحمتك قال إبراهيم يا حضرة المعلم الفاضل عندي سؤال علمي هل من خواص حجر الجيرانيتي أنه يدرك الأصوات من حوله لا أظن هذا يا إبراهيم قال إبراهيم إذن لماذا تحدث الحجر وكأنه يسمع إنه الإله شماش قال إبراهيم بل هو مجرد حجر صنعه أبي بيده ورأيته عندما نحته ووضع له عينيه وأذنيه لا تقل ما يؤذي الآلهة يا إبراهيم قال إبراهيم حقا ليتها تغضب وتثبت أنها موجودة إنني أصفع التمثال على وجهه فلا يحرك ساكنا لأنه لا يسمع ولا يرى ولا يدرك أي شيء ستعاقبك الآلهة أيها الفتى قال إبراهيم أيتها السيدة الطيبة الله وحده هو الذي يثيب ويعاقب وينفع ويضر وكل ما سواه مخلوق لا يملك من أمر نفسه شيئا واتن عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تذعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين